السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول الشخص لشخص آخر عليك وجه الله أن تعطيني كذا أو أن لا تفعل كذا هذا من يعني قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة الأشياء الحقيرة لا يسأل بوجه الله لأن هذا انتهان وتنقص لله عز وجل لكن يسأل الجنة لا يسأل بوجه الله إلا الجنة هذا في الحديث نعم والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة نعم